بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أتمنى ربنا سيكون لكم بخير إن شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ في شابتر 7 المفهودي هو بترتيب المحاضرة بتاعتنا ولكن طبعا هو هينزل بعنوان تمام على أساس إن كان من المتوقع إن هيبقى هو تمام فالمفروض يبقى المحاضرة بتاعتنا دي بتنزل في تمام طيب أول حاجة بيبدأ بيتكلم عن الامبوت يبقى في القصة اللي هنحكي عنها في الشابتر بتاعنا النهاردة عايزين نفهم يعني إيه إيمبوت ويعني إيه أوتبوت وإزاي عمليات الإيمبوت والأوتبوت بتتم جوه الجهاز بتاعنا أول حاجة بيقول data storage and retrieval is one of the primary functions of computer system تخزين البيانات واسترجاع البيانات اللي كانت موجودة دي من أهم الفنكشنز أو الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة داخل نظام الكمبيوتر أصلا نظام الكمبيوتر لو ما كانش فيه option تخزين البيانات كان زمانه فشل ومعرفناش نوصل اللي احنا ايه وصلنا له النهاردة يعني الميزة القوية في الكمبيوتر بعد طبعا سرعة تنفيذ العمليات هي القدرة على تخزين المعلومات كم المعلومات اللي مفيش حد يقدر يستوعبها ولا يقدر يخزنها في دماغه الكمبيوتر بيقدر يخزنها فبالتالي بيقدر يستنتج منها حاجات جديدة وبالتالي بيقدر يأبجريد وبيقدر يتطور وبيقدر يوصلنا لمراحل وحاجات دلوقتي احنا عمرنا ما كنا هنوصل لها فكاة بيقول كل أجهزة الكمبيوتر بتاعتنا عندها input output A devices تمام؟ طبعا باختلاف أنواعها بقى يعني كل واحد على حسب ال input والoutput بتوعهم. ال input output تمام؟ احنا بنهتم بايه؟ احنا بنسعى ان احنا نفهم تمام؟ طيب اختلاف الأنواع بتاعهم اختلاف أنواع ال input output تمام؟ وازاي هما بيشتغلوا؟ طيب بعد كده بيقول ال input output ال input output طبعا بتأثر على مين؟ على system performance تمام؟ يبقى انا دلوقتي تعاملي انا ازاي هتعامل مع ال input output devices اللي موجودة دي لو تعاملت معاها بصورة كويسة اقدر ان انا اماشي سرعة السي بيو طب لو اتعاملت معاها بصورة سيئة ممكن تكون سبب سبب في تبطيق جهاز الايه؟ جهاز الحاسب بتاعك او تبطيق سرعة عمل السي بيو باكا بيقول the fastest processor أسرع processor in the world تمام؟ is of little use if it spend most of its time waiting for data يعني ايه بقى المعلومة اللي هنا دي تمام؟ ودي من اهم المعلومات اللي موجودة عندنا في جزء ال input output ان لو جبنا أسرع processor في العالم أسرع processor في العالم تمام؟ ممكن يبقى الكفاءة بتاعته ضعيفة جدا خالب انت عندك أسرع سي بيو تصنع في العالم كله ممكن يبقى كل ده ملوش اي لازمة ولا لي اي قيمة لو السي بيو ده بيقعد يستنى ال data المدة طويلة المثال اللي انا شرحته اكتر من مرة قبل كده عندك عامل بيبني فالبنة ده بيقدر يبني عشر طبات في الدقيقة بس جاب عائل صغير معاه هو اللي بيساعده فالعائل الصغير على ما بيروح يجيب قلب الطوب ويدهوله بيبقى عدة دقيقة يبقى العامل ده هيقدر يبني قد ايه طوبة في الدقيقة طب هو قدرته قد ايه عشرة في الدقيقة يبقى هو بيشتغل بعشر الايه الكدرة بتاعته تمام؟ يبقى ايه المشكلة بتاعت العامل ده مش هو المشكلة الحاجة اللي بتساعده يبقى نفس الكصة هنا ان سرعة السي بيو بتعتمد على الناس اللي حواليه اللي بيساعدوه برضو طيب بيقول بقى بعد كده اول حاجة عندنا حاجة اسمها ادمز لو تمام؟ اه اه امدالز لو قانون امدال تمام؟ اه ده بيتكلم عن عملية الاسبيد اوب عملية تسريع الكمبيوتر تمام؟ اه فهو بيتكلم طبعا حاولت ان انا اجيب لك نفس القانون تمام؟ بس يكون مكتوب بقى سامي الرموز عشان يبقى اسهل في المذاكرة يعني فبيقول ان الاسبيد اوب تسريع الكمبيوتر بيبقى عبارة عن مقسوم على يبقى لو انت بتسرع جهاز عندك فبتحسب اي اوبريشن بتاخد اكسيكيوشن تايم قد ايه وبعدين بتعمل البرفورمانس اللي انت عايز تعمله تمام؟ بتحسن البرفورمانس بتاعك وبعد كده بتحسب النيو اكسيكيوشن وبتقسم الاتنين على بعض طيب ليه قانون اه فيه قانون تاني بنعوض فيه بقى بيبقى عبارة عن واحد على واحد ناقس الفريكشن انهانسد اللي هو معامل التحسين تمام؟ معامل التحسين اللي انت استخدمته زائد الفريكشن الانهانسد على معامل التسريع اللي هو الاسبيد اوب انهانسد اللي انت عملته اللي هو بمعنى اصح الاف ده الفريكشن انهانسد والك ده الاسبيد اوب انهانسد تمام طيب تعالى نبص عليك تعويض مباشر كده تمام هو مدهلك تحت هو مديلك مسألة تعويض مباشر بيقول زي بروسيسور اوبشن افر سيرتين سيرتي برسنت سبيد اب يبقى ده ايه سيرتي برسنت اف ايه اف سبيد اب تمام طيب يعني ايه بقى سيرتي برسنت اف سبيد اب تعالى نبص على المسال اللي تقضي عشان نفهم ويعايز يقول ايه فهو بيقول لك هو ان ال اف اللي هو بيساوي اه سبعة من عشرة وقال لك ان الكي اللي بتساوي واحد ونص طبعا انا مش محتاج غير المعطيين دول علشان احسب ال اه ال اه ال او فهقول له ان الاس بتساوي القرون ده هو كتبه هنا واحد على واحد ناقص الاف مجموعة على الاف مقسومة على الكي فطبعا الاف بسبعة من عشرة بعد كده زائد آآ سبعة آآ من عشرة مقسومة على الكي اللي هي كام اللي هي واحد ونص تمام فلما ييجي عوض في المقدار ده هيطلع معاه واحد علامة تلاتة زيرو القيمة اللي موجودة هنا دي آآ دي الزيادة اللي حصلت دي الزيادة اللي ايه اللي حصلت فعلشان كده بيقول بيديره تلاتين في المية ايه سبيد اب تمام يبقى الواحد وتلاتة من عشرة تمام هو طبعا الواحد يبقى لو تلعب بواحد يبقى كده ما فيش تحسين يبقى كده الولد والنيو اكسيكيوشن اللي اتنين زي بعض تمام الرقم الزيادة اللي بعد الواحد اللي هو الكاسر اللي موجود ده ده اسمه معامل الايه معامل التحسين او الايه الابشن بتاع الاسبيد اب مسال تاني بيقول ديسك درايف تمام بيديني اتنين وعشرين في المية عارف ده منين تعال نبص كده بيقول ان الاف بتساوي تلاتة من عشرة والك بتساوي اتنين ونص عوض عادي جدا في المسألة بتاعته واحد ناقص تلاتة من عشرة زي التلاتة من عشرة على اتنين ونص تمام وهنا بس الجامعة ما عليشش عدله دي هي واحد وايه واحد ونص على اتنين ونص بتساوي واحد واثنين وعشرين من مية فالاتنين وعشرين من مية اللي هنا دي بقى تديه اللي 22 في كم 22 في المية تمام جميل دي معلومة كده يعني اه معلومة عددية شوية تمام بتتكلم عن الكوست بتاعت الانهانسمنت بيقول تقريبا تقريبا يعني ان كل 1% امبروفمنت فور زا بروسيسور بيكلف تلتمية تلاتة وتلاتين دولار تمام يبقى كل تحسين علشان احسن واحد في المية فقط تقريبا بتكلفني تلتمية تلاتة وتلاتين دولار ده المين للبروسيسور ولكن كل تحسين كل تحسين للديسك تمام للميموري لوحدات التخزين كل واحد في المية بيكلفني تلتمية وطمانتاشر دولار بعد كده يبدأ يتكلم عن الاركتكتشر بتاعة الامبوت اول حاجة بيقول الامبوت اوتبوت هو سب سيستم اوف كومبوننت ذات موف الكود الداتا بتوين اكسترنال ديفايسز ان دهو سيستم يبقى هو دلوقتي ان الامبوت اوتبوت بيبقى عبارة عن عملية او السيستم بتاعة الامبوت اوتبوت هو نقل بيانات ما بين الامبوت اوتبوت والاسيستم بتاعك يعني الكمبيوتر بتاعك بمعنى اصحي فهنا هو اتزا ما هو رسملك كده هو محوطلك على الكمبيوتر بتاعك او لم يمهولك كده بالداش دي تعالى كده ايه بالشكل ده تمام وبيقول ان ده الكمبيوتر بتاعي دي الماثر بورد بتاعتي تمام وبعد كده في عندي ديفايس يعني مثلا مع المونيتور هنا او مع الكيبورد يعني تخلين بورد مثلا تمام ودي شاشة فالشارط دي مثلا بتوصل على كابل الاتش دي مسلا وبعد كده هنا شوية اجهزة وهنا شوية اجهزة وهكزا. تمام? طيب. بعد كده بيقول ايه? تمام? يبقى دلوقتي فيه عندنا جزء من المين بيتخصص لعمليات الامبوت اوتبوت. ماشي. مجموعة من الباسز شوية باسات. بتبقى مسؤولة ان هي تنقل الداتا ما بين الامبوت اوتبوت والسيستم بتاعي. تمام? كنترول موديولز. تمام? انزا هوست اند امبريفلال ديفايسز. يعني ايه? يعني انا دلوقتي عندي مجموعة بيحصل عليها كنترول علشان تتحكم في نقل البيانات من و الى الامبوت اوتبوت ديفايسز. الانترفيس. عندي شوية انترفيسز. يعني ازاي لو بصع الجهاز بتاعك هتلاقي دلوقتي مثلا موجود الطايب سي. هتلاقي اليو اس بي القديمة. هتلاقي كابل الاتش دي. هتلاقي في اجهزة قديمة شوية فيه اللي هو الكابل الازرق اللي كان بيوصل على الجهاز. تمام? اه هتلاقي فيه كزا طريقة الكيسة بتاعت زمان كان فيها السيريال بورد. تمام? هتلاقي ان فيه كزا طريقة ان انا اوصل بها اي جهاز من برا على الجهاز بتاعي او الانترفيس اللي بتوصل ما بين الجهاز الخارجي والكمبيوتر بتاعي او اللي انا بشتغل عليها. بعد كده اللي هو الكابلات اللي بتوصل ما بين الكمبيوتر والجهاز الخارجي. تمام? الكابل ده بقى اللي هو الايه? الواصلة. يعني مسلا انت عايز تواصل الموبايل بتاعك بالجهاز الكمبيوتر. طيب بيجيب لكن البص اللي بينقل البيانات عشان بس ايه? ما يبقاش عندك لابس. تمام? يعني البص ده البصز. يعني هنا كده دي البصز اهي. تمام? لكن ده كده ده كده كابل. يعني عشان اوصل بالجهاز الخارجي. تمام? باوصل بايه? باوصل على كابل. طيب. بعد كده بقى بيتكلم عن عملية الكنترول اللي هتم على الامبوت اوتبوت. يعني ايه? ازاي? هيخلي السي بيو يكنترول الامبوت اوتبوت ده. يعني ازاي هياخد منه الداتا? ازاي هيعرف ان فيه داتا جاية? طب ازاي هيبعت الداتا برا? تمام? فيه عندنا خمس طرق اساسية. اول طريقة عندنا البروجرامد امبوت اوتبوت ريسيرفز ريجستر فور ايتش امبوت اوتبوت ديفايس. ايه معنى الجملة دي? انه هو دلوقتي بيبدأ يخلي لكل ريجستر لكل امبوت اوتبوت ريجستر خاصة بي. يعني كل اين واوت عندي بيبقى ليه ريجستر الخاصة بهو. تمام? طيب? وكل ريجستر من دول. تمام? اه بتبدأ تدتكت كونتينواصلي بطريقة مستمرة. هل فيه عمليات امبوت او اوتبوت بتتم حاليا ولا لا? طبعا النظام ده كنا تكلمنا عنه قبل كده لما كنا بنقارم ما بين نظام الانترابت والبولنج. فده كان بيسمى نظام الايه? البولنج. تمام? اللي هو ايه? انا كل شوية هروح ابص هو فيه امبوت جاي ولا لا? تمام? فطبعا بيه من الحاجات اللي بتبطق الايه? الاسي بيو. تاني اه تاني طريقة عندنا الانترابت دريفن. اللي هو الاعتماد على الانترابت. فكل حاجة بتمشي بطريقة طبيعية. السي بيو بيفضل شغال. مالوش علاقة بالانبوت اوتبوت. لحد ما يحصل ان في عملية امبوت او عملية اوتبوت تحتاج تتعمل. فبيبدأ يحصل للعملية نفسها. وكل عملية ليها رقم. فلما العملية دي تحصل يبدأ السي بيو بدل ما يروح يبص على الانبوت اوتبوت يروح يبص على مين? على الانترابت. عشان يعرف الاول الحاجة اللي هتتعمل دي مهمة بالنسبة له ولا لا? ويبدأ ان هو ياخد الاكشن فيه تنفيذها وقت لما يبقى فاضي. دي نقطة مهمة جدا. يعني ايه? يعني مش كل شوية السي بي اللي في ايده ويروح يبص عشان يشوف فيه انبوت ولا اوتبوت ولا لا? تمام? لا هو دلوقتي هيلاقي ان فيه انترابت بيخبط عليه. تمام? فلما يخبط عليه اول ما يفضى ودي نقطة مهمة جدا ان لازم السي بيو يكون فاضي عشان يروح يعمل الحاجة دي. فبالتالي انا مش بضيع وقته. تالت طريقة الميموري مابت. ان انا اخصص جزء من الميموري. اخصص جزء من الميموري. ان هي تكون متبرمجة ان هي تاخد الايه? الانبوت اوتبوت. ويبدأ ان السي بيو يبص على الميموري دي برضو لما يبقى فاضي. يبقى اي عملية امبوت هتتم? تمام? هتروح اتحط في الايه? في امبوت اوتبوت ميموري في الجزء المخصص لها من الميموري ده. ولما السي بيو يفضى هيروح يبص يشوف في الحاجة دي اه في حاجة موجودة في الميموري دي عشان ينفزها ولا لا. الديريكت ميموري اكسس ان انا اعمل اه دايريكت اه ميموري. تمام? تكون مخصصة يعني اعمل ميموري بقى مش ااخد جزء من الميموري. لا اخد اعمل ميموري. الميموري دي تكون معمولة مخصوص للايه? للامبوت اوتبوت اه بيربوس. عشان كده اسمها دايريكت ميموري سبيشال ايه سبيشال بيربوس. وليس جنرال ايه? جنرال بيربوس. هي معمولة لغرض خاص. وهو الايه? الامبوت ايه? الامبوت اوتبوت. اخر حاجة ان انا اجيب ديديكيتد امبوت اوتبوت بروسيسور ودي طبعا حاجة هايلي كوست شوية. تمام? ان انا اجيب بروسيسور اصلا يبقى وظيفته كلها ان هو يتعامل مع الامبوت ايه? الامبوت اوتبوت ديفايس. بعد كده هيبدأ يتكلم عن الحاجات اللي فوق دي هيدينا كزا اه مثال من اللي فوق يحاول يدينا الصورة بتاعته. فهنا بيتكلم عن الانترابت. تمام? الامبوت اوتبوت سب سيستم. تمام? يوزنج الايه? الانترابت. بيقولك ان في عندك كيبورد وماوس وبرينتر وباس ادابتر وكلام ده كله. في عندك بقى السي بيو والمين ميموري. هيبدأ يقولك ان انت عندك انترابت. تمام? اه هنا ده الانترابت هوت. وده انترابت ايه وبي وسي والحاجات دي كلها عندنا انترابت زيرو. في كزا انترابت موجود يعني. وده انترابت كنترولر. ده وظيفته ان هو يتعامل مع الانترابت يعني زي ما بيقوله. تمام? وبيبدأ يبعثه للسي بيو عشان يعرفه الانترابت اللي محتاج يتنفذ ايه هو. هنا بيتكلم عن طريقة تنفيذ الانترابت. يعني لما يحصل بقى ان فيه انترابت جالي وانا محتاج انفزه. تمام? فطبعا بيقولك ان النقطة دي احنا اتكلمنا عنها في ايه? في شابتر فور بالتفصيل. تمام? طيب اول حاجة بتحصل ايه? انترابت سيجنال دي تكتد. يبقى اللي انا بعمله ان انا بجنريت انترابت. فبيبدأ السي بيو يدي تكت ان في ايه? ان في انترابت حصل. هو لسه ما يعرفش ايه اللي تم. تمام? هو عرف بس ان في انترابت جاله. فبيبدأ يبص على البيريوريتي بتاعت الانترابت ده. هل هو ماسكابول ولا نان ماسكابول. طب هو بريوريتي ولا لو بريوريتي. تمام? ولو لقى نفسه فاضي ومستعد ان هو يعمله. يعني هو خلاص بقى. بقى عنده النية ان هو يروح ايه? يكسيكيوت الانترابت ده. اول حاجة بيسيف بيسيف الفاريابلز. بيعمل ايه? بيسيف الفاريابلز. الحاجات اللي هو كان شغال عليها دلوقتي بيعمل لها سيف. وبرضو بيسيف الريجسترز. الكيم اللي هو كان طلعها تمام? بيعمل لها سيف عشان لما يرجع يكمل من عند لبس النقطة. وبعد كده يبص على حاجة اسمها اللي هو الانترابت سيرفيس روتين. فبيبدأ يجيب منه الادرس بتاع الانترابت ده. يعني الانترابت ده بقى المفروض عشان انفزه اروح فين? وبعدين بيجيب الاسر اللي هو الروتين بقى او الكود يعني ده معنى اصح الخاص بالانترابت ده عشان يتنفز احطه فين? في البروجرام كاونتر. تمام? اجيب الادرس بتاعه. فالبروجرام كاونتر هيشاور على مكان الكود اللي انا هروح انافزه. ما نعرف ان البروجرام كاونتر بيعمل ايه? بيهولد الادرس ايه? بعد كده بجنب على الكود الخاص بالانترابت ده. وبستارت ان انا انا ننفزه. وبعدين بخلص الانترابت اهو ببرفورم الورك اه 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 سبسيك تو انترابت. بخلص الاوبريشن بتاعت الانترابت. بعد كده بريستور تاني اهو برجع هنا ان انا ارجع القيم اللي انا كنت احافظها سواء كانت او وبعد كده بكمل اللي انا كنت شغال فيها. تمام? ده بالتفصيل اللي بيحصل يعني طبعا مش مش بتفصيل كل نقطة ولكن ايه اللي بيتم سريعا على الانترابت لما بيحصل للايمبوت اوتبوت. وبايزاوي يعني هو مش للايمبوت اوتبوت هو اللي اي انترابت بيجي بيحصل معاه نفس الاوبريشن اللي اتكلمنا عنها من شوية. بعد كده في الميموري مابد الميموري مابد امبوت اوتبوت ديفايسز. اه من ميموري شير زا سيم ادرس سبيس. بيجي في الميموري ويعمل جزء معين كده بيعمل جزء معين. عشان يحط فيه ايه? الحاجات الخاصة بالايمبوت والاوتبوت. فبيقول ايتش امبوت اوتبوت ديفايس. هايز اتس اون ريزيرفت بلوك في ميموري. يبقى انا كل جزء من كل امبوت اوت ديفايس بحجز له مساحة مخصصة لي فين في المين ميموري. الميموري مابد اه زير فور لوك اه جاست لايك اميموري اكسس فروم زي بوينت او فيو. افزا سي بيو. تمام? يبقى هي بت ايه بيحصل لها اكس من وجهة نظر السي بيو. يعني السي بيو بقى عارف ان العنوين اللي هنا او الاماكن اللي هنا دي بتخص الايه الامبوت اوتبوت. يبقى هو هو بيعارف ان في الميموري دي اه يا اما بيعارف ان في مجموعة معينة من العنوين من الاداستيز اللي موجودة عندي بتبقى محجوزة للايه للامبوت او. اه زي سيم انستركشن تو موف داتا تو اند فروم الامبوت او بيت ميموري. اه بيقول لك ان نفس الامر اللي عشان اجيب الداتا من الميموري دي بقى هو نفس الامر عشان اتعامل مع الامبوت اوتبوت هو بس مجرد ان فيه من العنوين بيبقى معرفني ان دي داتا عادية او معرفني ان ده امبوت اوتبوت دي بتبقى معلومة موجودة عند الايه? عند السي بيو. بيقول في السمول سيستم زالو ديتيلز اوف زا ديتا ترانسفير ار افلودد تو زا امبوت او كنترولر بلت انتو زا امبوت اوتبوت ايه برضو بيقى معرف الا امبوت اوتبوت ديفايسز تمام? ومعرف ايه هي العنوين الخاصة بالاماكن بتاعتها وفي نفس الوقت بيوف لود يعني بيحمل مباشرة من ال امبوت اوتبوت على الميموري الخاصة به هو مباشرة بمعروف ان فيه الكنيكشن هنا والكنترولر بيبقى مديهم الصراحية ان هما ينقلوا البيانات ما بينهم وما بين بعد. بعد كيه بيتكلم اه اه ان هو بيجيب مخصوص علشان يتعامل مع تماما? فبيقول ان وطبعا فوق بدأ كلامه بيقول في ايه لما يكون عندي انظمة كبيرة جدا او زعاء يعني ضخم جدا فما فيش مانع ان انا اصرف شوية على bet carefully. زي ما بيقولي هنا ان娜 البود اوتبوت تمام اللي هي اللي هي البود اوتبوت برسيسور طبعا بتميز عن بالميموري اكسس بالا ايه بالبيروسوس اللي احنا بنحطها تمام يبقى دلوقتي الي بيميز البودимиيز عن البود اوتبوت بروسسور طيب بيقول لي هنا معلومة مهمة برضو في ال اللي هي في الاجهزة الضخمة او الاجهزة الكبيرة بتاعت ال ال اي بي ام ال اي بي ام بيقول بتسمى تمام بتسمى ايه طيب الحاجات السريعة بتسمى ايه سليكتور ايه سليكتور تمام او ايه ال 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 اصرع يا بيقول اي او cross هو بيتكفل بي يبقى ال 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 اول حاجة يعني زي من انت عارف ان انا عندي مثلا برنتر فالبرنتر دي المفروض الكلام يطلع في صورة تكست تمام علشان ينطبع تمام السماعة السماعة المفروض ان الداتا اللي موجودة اللي هي البيناري باتس اللي موجودة عندي تطلع في صورة صوت الشاشة المفروض يطلع في صورة صوت وصورة فالمفروض يبقى يكون في حد في النص بيبدأ يهندل الكلام ده ويهيأوه ان هو يطلع بالصورة الصحيحة تمام طبعا ده بمساعدة الانترفيس اللي موجودة الانترفيس برضو بيبقى وظفتها ان هي بتحول الحاجة للصورة المناسبة للعرض يعني تمام بس برضو الجزء ده بيبقى ليه شوية كنترول كده فطبعا بدل ما البروسيسور كان بيقوم بالعملية دي هيبقى الاب هو هو المتكفل بالعملية دي كلها بيقول يعني يقول لك بس هو البروسيسور تمام الهوست يعني اللي هو الجهاز بتاع الجهاز بتاعي هو بس بيكارية البرنامج هو بس بينشئ البرنامج بتاع الايه وبعد كده بيقول ازاي ان هو يلاقي الديفايس اللي موجودة وازاي يلاقي البرنامج وبعد كده بيشيل ايده من الليلة دي كلها يبقى فيه عندك بروسيسور وظيفته الوحيدة بس ان هو بيتعامل مع مين مع الامبوت اوبوت فبالتالي ده بيحسن جدا كفاءة السي بيو الرئيسي البروسيسور اللي وظيفته ان هو ينفس كل اوبريشن جوه الايه جوه الجهاز بتاعك وطبعا امرتلك قبل كده ان ابطأ 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 عملية بتتم في الجهاز بتاعك اوعى تنسى هي الامبوت والايه والاودبوت الجهاز بتاعك سرعته بالنانو سكند سرعته بالنانو تمام انت بتتكلم عننا كبشر سرعتنا بالثانية فالسي بيو عشان يتعامل معايا هو سرعته مليار مرة او اضعاف المليار تمام مكرنة بسرعيتي انا فطبعا انا لو تعملت معا دايرك او الامبوت او الدفايس اتعملت معا دايرك طبعا هي بتقلل من سرعته جدا وبتحد من الكدرة بتاعة الجهاز ده اه بعد كده بيقول الكاركتر او بروسس وان بايت اور كاركتر ات ايه ات اتايم يبقى هو بيقدر ينفز وان كاركتر ات ايفري ايه ات ايفري تايم طيب اه وان كاركتر يعني وان بايت وان كاركتر المقصوب بيها ان هي ايه وان ايه وان بايت اه بعد كده بيقول البلوك يبقى لان دلوقتي عندي عملية تمام حكتين يا اما كاركتر ايمبوت اوتبوت ديفايس يا اما بلوك ايمبوت اوتبوت ايه ديفايس فطبعا الكاركتر ان هو بيكسيكيوت وان كاركتر اتا سينجل طايم ولكن البلوك ملتبول ايه المقصوب بيها ملتبول ايه ملتبول كاركتر او ملتبول ايه بايتس ات ايه اتا سينجل طايم اه هنا بيقول الكيبورد اريو جوالي تمام اه كونيكت سروقان انترابت دريفن ايمبوت اوتبوت وطبعا مثال عليها الكاركتر لان انت في الكيبورد بنسبة 100% انت اخرج بتدوس على ايه على زرار وكل زرار من دول يسمى كاركتر او يسمى ايه بايت تمام اه لكن في الحاجات اللي هتعامل مع الميموري تمام بيفضل ان هي تكون بلوك ايمبوت اوتبوت لان الميموري ممكن تكون اكتر من ايه من وان بايت طيب اه بيتكلم بعد كده على الامبوت اوبوت باس وانا دلوقتي بتكلم عن الباسات مش بتكلم عن الكيبورد فبيقول اه unlike الميموري باسز تمام على عكس الميموري هي بتشتغل اسنكرونس جيب اخلي بالك دلوقتي لما بتكلم عن الباس الميموري باس مش الميموري باس بس اي باس جوه الكمبيوتر جوه الكمبيوتر هو لازم يكون سنكرونس لازم يكون ايه متزامن تمام يعني ايه متزامن يعني بيشتغل حسب الكلك بتاعة الايه بتاعة الايه السي بيو لكن الامبوت اوت باس ودي معلومة مهمة جدا لازم تبقى انت اعرفها هو السنكرونس يعني ايه السنكرونس يعني غير متزامن ليه غير متزامن لانه انا معرفش مفيش input output بيتم في ازمينة متساوية يعني تعالى تخيل دلوقتي ان انت بتاخد ال input بتاع صوتي انا هو انا بتكلم في ازمينة متساوية يعني هل انا متزامن هل انا بتعامل ان انا كل ثانية اطلع حرف او كل ثانية اقول كلمة لا ايه ده على كل حاجة لو عندك مثلا سكانر هده السكانر دي بتاخد بتسحب سكان لكل الورق في نفس الزمن لا هي ليها افرج يعني ممكن يقولك ان هي بتاخد مثلا ايه ستين ورقة في الدقيقة لو حسبت لها بالثانية بالضبط ممكن تلاقي ان في ورقة اتسحبت في ثانية وفي ورقتين اتسحب مثلا في ثانية ونص يعني كل ورقة منهم في ثانية لربع هتلاقي ان الموضوع هو راندم هو الموضوع مش حاجة سينكورانيز ده اوه تمام فعلشان كده بيقولك ان ال input او بتبص بيكون ايه asynchronous يعني بيبقى غير متزام تمام جميل يبقى لما الجهاز ده يكون محتاجه الباص بيعملو ايه اكتيفاشن تمام بيريز السيجنالز وان ال errors have occur تمام لما يحصل error لو فيه error حصل هو برضو بي ايه بيعمل سيجنال عشان يدتكتل ايه او يعرفني ان فيه هنا ايه error وبعد كده بي ايه بيعمل reset لو كان اه الموضوع ده ضروري ان انا اريسيت الدفايس عشان لو فيه حصل collision او حصل اي مشكلة يعني على حسب عدد الداتا لو الداتا تمانية بت يبقى الباص تمانية بت لو الداتا ستاشر بت يبقى الباص بتاعي برضو ستاشر بت بنفس عدد الايه بنفس عدد البت يبقى النمبر اوف لاينز بيساوي النمبر اوف ايه النمبر اوف البت اه بعد كده بيبدأ يتكلم عن ال data transmission mode تمام هيبدأ يتكلم عن نقل الايه البيانات فال data transmission mode عمتا هي عبارة عن نوعين النوع الاولاني اللي هو بيتكلم عنه هنا الباراليل ترانسميشن تمام النوع التاني السيريال او السيريز ترانسميشن يأما بنقل البيانات بصورة بارال يعني ايه صورة بارال يعني لو انا عندي تمانية بت تمام التمانية بت يمشوا مع بعض في نفس اللحظة يعني التمانية بت يخرجوا من السورس في نفس اللحظة يوصلوا عند الرسيفر في نفس اللحظة يعني إنه الثمانية بالتمانية بالتمانية وربعة تجد يامن خلفهم سيريز أو سيريال تمام يعني إيه سيريز أو سيريال يعني توالي أو تتابعي بمعنى إيه بمعنى إن أنا لو عندي التمانية بيت هبعت البتية الأولى الأول وبعد كده أبعت وراها التانية وبعد كده وراها التالتة الرابعة فواضح من اللي أنا بقوله أيهم أسرع؟ أكيد طبعا البريد الأسرع ليه لأنه في لاحظة واحدة أنا بعت تمانية مع بعض ووصلوا كلهم ولكن السيريال او بابعت بتاية واحدة في اللحظة الواحدة يبقى معنى الكلام ده ان الاسرع هو مين البرايل طيب ما هو خلي بالك علشان اشتغل برايل لازم يكون عندي 8 كابلات منفصلين 8 خطوط منفصلين للتمانية بت يبقى عندي لين للبيت الاولى ولين للبيت التانية ولين للبيت التالتة وهكذا لحد البيت الايه التامنى لكن لما اجا تكلم عن السيريال هو بس وان لاين كفاية لاين بيبعت عليه البتاية الاولى بعد ما توصل يبعت البتاية التانية بعد كده يبعت البتاية التالتة وهكذا تمام يبقى معنى كده لو بيبص من ناحية الهاردوير ايهما افضل السيريال لو بصوا ناحية السوفتوير من ناحية السرعة ايهما افضل البرايل اشتركوا في القناة